موسيقى نبدأ جولتنا من صحيفة الشرق الأوسط التي عنوانت صينية تهرب من ديونها بجراحة تجميل لتغيير شكلها لجأت امرأة صينية إلى حلة مبتكرة للتهرب من ديونها البلغة ثلاثة ملايين يورو من خلال جراحة تجميل لتغيير شكلها وقالت وكالة عنباء الصين أن ضباط الشرطة أصيبوا بالذهول لدى اعتقالهم المرأة التي فرت إلى جنوب شرق الصين بعدما أمرت محكمة بأن تسدد ديونها وإلى صحيفة الحياة التي عنوانت لوحة رسمها ترامب بثلاثين ألف دولار عرضت لوحة أفق مدينة نيويورك التي رسم الرئيس الأمريكي دورالد ترامب في مزاد علني بسعر ابتدائي يبلغ تسعة ألاف دولار إلى أنها بيعت بثلاثين ألف دولار وقام ترامب برسم اللوحة عام الفين وخمسة وقرر بيعها لدعم حملة لمحو الأمية صحيفة اليوم السابع المصرية عنوانت ألماني يعثر على اثنين وعشرين سبيك ذهبية ويسلمها للشرطة قالت السلطات الألمانية إن شخصا عثر على حقيبة بها ثلاثة آلاف وخمسمائة يورو واثنين وعشرين سبيك ذهبية إجمال وزنها كيلو جرام واحد وتقدر قيمتها بنحو ثلاثين ألف دولار أو يورو تحت شجرة وقام بتسليم هذه الثروة الصغيرة إلى شرطة برلين وتم العثور على هذه الأموال والذهب أمام بنج بمنطقة نيكولن وهي واحدة من أفقر المناطق في برلين وقال صاحب الثروة في وقت لاحق للشرطة إنه وضع الحقيبة أسفل الشجرة لحين قفل دراجته لكنه نسيها تماما وإلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت أكثر من عشرة ملايين زائر لمتحف سبتمبر 11 منذ افتتاحه استقطب متحف سبتمبر 11 أكثر من عشرة ملايين زائر قبل ثلاث سنوات ونصف وفق ما أعلنت إدارة المتحف المقام في الموقع عينه للاعتداءات التي شهدتها نيويورك العام 2001 هذا المتحف الذي افتتح في مايو 2014 يقع القسم الأكبر منه تحت الأرض ويمكن لزواره رؤية جزء من الأساسات للبرجين التوأمين الذين دمرهما الاعتداء وصحيفة النهار اللبنانية عنوانات الإمارات بين أكثر عشر دول اهتماما في الابتكار المجتمعي أظهرت نتائج مسح الابتكار المجتمعي العالمي أن دولة الإمارات تأتي في قائمة أوائل دول العالم في الابتكار وأن نحو 5% من مجتمع الدولة هم من المبتكرين وصنفت نتائج مسح دولة الإمارات ضمن قائمة أكثر تسع دول على مستوى العالم اهتماما في الابتكار المجتمعي إلى جانب بريطانيا وكندا وفنلندا والسويد واليابان وكوريا الجنوبية والصين اشتركوا في القناة